إن الإسلام اعتبر العقل هو الأساس نحن نقرأ في كل المصادر الإسلامية ليس هناك شيء مذهبي في هذا أن الله لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قالت وعزتي وجلالي وفي رواية وثبي حلفت ما خلقت خلقا عز علي منك إياك آمر وإياك أنهى وبك أثيم وبك أعاقل نحن نعتبر أن العقل هو الأساس وأن النص إذا خالف العقل القطعي الفطري يؤول النص لمصلحة العقل وقد ورد عندنا في بعض الكلمات المأسورة العقل رسول من داخل والرسول عقل من خارجه أما وعندما نتحدث عن العقل فإننا نتحدث عن العلم لأن العلم هو نتاج العقل والعقل يتحرك في دائرتين هناك عقل فطري يلتقي فيه الوجدان الإنساني كله وهناك عقل مكتسب من خلال الثقافات والتجارب التي يعيشها الإنسان لتربي له عقله الذي يحاول فيه أن يميز بين الأشياء اشتركوا في القناة